بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير جميعا نيابة عن الأخ عبد النبي الأكرياس الجمعية البحرينية للشفافية أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير وبسبب سفاره المفاجئ فقد خوليني إلقاء هذه الكلمة نيابة عنه الأخوة والأخوات الحضور أضحت البحرين في 14 فبراير 2011 ثالث بلد عربي يمر بتجربة الربيع العربي بعد تونس ومصر ففي 14 فبراير 2011 تظاهر عشرات الآلاف من مواطنية البحرين من مختلف أنحاء البلاد في دوار اللؤلؤة دوار مجلس التعاون مطالبين بإصلاحات سياسية لقد ظل مطلب الإصلاحات الدستورية منذ صدور دستور 2002 وقادت الجمعيات السياسية المعارضة وحراكها الدستوري من خلال حراكها الدستوري وشكلت من أجل ذلك المؤتمر الدستوري واستمر هذا المطلب الاستراتيجي في قلب انتفاضة 14 فبراير 2011 وقد تجلى ذلك في رسالة المعارضة المشكلة من سبع جمعيات سياسية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد وعلى أثر دخول قوات بعض دول الخليج العربية حدثت هجمات دموية من قبل قوات الأمن ومثل ذلك نقطة إطاف خطيرة في تطور الأحداث وبعدها انتشار قوات دفاع البحرين والحرس الوطني وشنت قوات وزارة الداخلية وقوات جهاز الأمن الوطني عمليات كاسحة لإخماد انتفاضة 14 فبراير وذلك بالهجوم فجراً ضد المعتصمين ثم اقتحام مجمع السلمانية الطبي وأقامت القوات البحرينية المختلطة نقاط تفتيش في مختلف عنحاء البلاد ومن أجل شرعانة هذه الأعمال فقد أصدر جلالة الملك قانون السلام الوطنية الطوارئ في 16 مارس 2011 وتعتبر حالة الطوارئ هذه أقصى مرحلة أمنية في تاريخ البحرين حيث امتدت من 15 مارس حتى 31 مايو 2011 وفي ضوء الفضاءات والانتهاكات المرتكبة فقد تعرض النظام البحريني لضغوط شديدة للسماح بتحقيق مستقل في الأحداث منذ 14 فبراير وكان من ضمن الخيارات المتاحة تشكيل لجنة تحقيق من قبل الأمم المتحدة وبسبب المسائل الحثيثة للولايات المتحدة فقد قبلت البحرين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قبل حقوقيين بارزين واتفق أن يرأس اللجنة البروفيسور شريف بسيوني والذي كلف بقيادة اللجنة وباقي أعضاء اللجنة وهم السير نايجل رودلي والدكتور أبدريال عوضي والقاضي فليب كريش والدكتور معنوش لقد فوض جلالة الملكة اللجنة البحرينية المستقلة لتقص الحقائق لأعداد تقرير عن الأحداث التي جرت في البحرين خلال شهر فبراير ومارس والأحداث المرتبطة بها كما كلفت اللجنة بوضع ما ترتقيه من توصيات تراها ضرورية لمحاسبة المسؤولين الذين انتهكوا الحقوق وحريات الأفراد ومن أجل من احتكرار مثل هذه الأحداث المستقبلا ومن خلال تقرير مكون 500 صفحة مع التفاصيل الموثقة فإن التقرير يعاين انتهاكات حقوق الإنسان والتي حدد ارتكابها من قبل أجهزة الحكومة ضد الأفراد وتشمل هذه الانتهاكات تعذيب المعتقلين والقتل خارج القانون والقمع المفرط بالقوة والاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية وطريقة المداهمة كما يعالج التقرير هدم 38 مسجدا وتسريح مستخدمين من القطاع العام والخاص بلغ 4500 مواطن وطرد الطلب من مؤسساتهم التعليمية واستباع أسلوب التمييز في البعثات الطلابية ويعالج التقرير انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأفراد ومنها الهجمات على الأجانب ومواطنين من الطائفة السنية الكريمة كما يعالج التقرير الدعاءات تورط جهات أجنبية بالأحداث التي اتجرت في البحرين ويناقش هجمات وسائط الإعلام الرسمية وخاصة تلفزيون البحرين وبعض الصحف المحسوبة على النظام وأخيرا استعرض التقرير للإجراءات المتخدة من قبل حكومة البحرية لمعالجة بعض انتهاكات التي حدثت أن تقرير اللجنة ليس مجرد تجميع وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في البحرين خلال الفترة بل أن اللجنة تقدمت بتوصيات تفصيلية عن جميع الحالات التي أوردها التقرير ذكر السيد بسيوني أن وزير الداخلي لم يكن على علم الانتهاكات الخطيرة من قبل قواته واعتقد بسيوني خاطئا أنهم يسلكون الإجراءات الصحيحة كما أنه برأ القيادة السياسية والقائد العام لقوة الدفاع من معرفة ومسؤولية الانتهاكات الخطيرة رغم أن مجلس الوزراء كان يجتمع سبوعيا بانتظام ويرأس بعض جلساته جلالة الملك كما أنه لامى الجمعيات السياسية على تضييع الفرصة بعدم قبول مقترحات ولي الأهد من أجل التسوية في حين أنه يعرف أن المعارضة قبلت النقاط السبع لولي الأهد كأساس للتفاوض من أجل التسوية لكن الاجتياح السعودي للبلاد الذي أهدر مبادرة ولي الأهد استمر سيد بسيوني في الترويج من أن النظام سوف يلتزم بتنفيذ توصيات اللجنة خاصة بعد أن أعلن جلالة الملك ذلك في احتفال تسليم التقرير الذي حضره جميع قيادات النظام وبعض المدعوين ووكالات الأنباء لأن بسيوني في اعتراف نادر في مقابلة مع تلفزيون جامعة دوبل التي يدرس فيها نصح الملك الاختيار ما بين شعبه وإسرته إذا ما أراد تنفيذ توصيات اللجنة وحل الأزمة مما يعني أنه وصل إلى قناعة عدم جدية النظام في تنفيذ التوصيات وهذا يناقض تصريحاته السابقة أما الرجل الثاني في اللجنة السيد ناقل فقد أكد في ندوة بعنوان العدالة التقالية في قصر الأمو المتحدة بجنيب في أبريل 2012 أن حكومة البحرين لم تنفذ توصيات اللجنة وفي مقابلة تلفزيوني وصف تقرير اللجنة بأنه متوازن وغير من حازن إلى الحكومة وأنه خارط الطريق للبحرين للخروج من مأزقها نحو المستقبل حيث النعداد التقرير استند إلى منهجية ومعايير دولية لقد اتبع النظام اسلوب المراوغة والتهرب والبهرج الإعلامية الكاذبة بشأن تنفيذ التوصيات وعلى سبيل المثال جاءت تنفيذ التوصيات الأولى بتشكيل لجنة وطنية مستقلة لتنفيذ توصيات اللجنة مخادعا حيث شكلت اللجنة من رسميين وموالين من دون تمثيل للمعارضة والمنظمات الأهلية المستقلة كما تنص على ذلك التوصيات الأولى لقد رأس اللجنة سيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى المعين وهو دليل على عدم جدية النظام في تنفيذ التوصيات واستهلكت اللجنة الوقت في اجتماعات متكررة واجتماعات مع الهجزة والوزارات استمر المجتمع الدولي في متابعة ما يحدث في البحرين ومدى التزام النظام بتنفيذ توصيات اللجنة وكان يواجه بتصريحات دولية تحثه على أهمية الالتزام بتنفيذ التوصيات وجاء موعد المراجعة الدورية للاتزامات البحرين بالتعاهدات الاختيارية أمام مجلس حقوق الإنسان لقد صدمت الحكومة بصدور 176 توصية بالإضافة إلى توصيات اللجنة المستقلة لتقص الحقائق لذا امتنعت عن قبولها طواعية كما هي العادة مع الدول الأخرى وطالبت بالمزيد من الوقت لقد عمد موالو النظام والصحافة المحسوبة عليه بتوجيه تهديدات علنية لعضاء الوفد الحقوق البحريني الأهلي في جنيف حيث حملت الصحافة الوفد الأهلي ما يتعرض له وفدها الرسمي في جنيف من مناقشات معمقة هذا الهجوم استدعى تدخل رسمي من رئيس مجلس حقوق الإنسان لمطالبة حكومة البحرين بعدم التعرض لعضاء الوفد الأهلي المتعاون مع الأمم المتحدة ومرة أخرى طرحت التوصيات المتعلقة بالمراجعة الدولية الشاملة للمجلس حقوق الإنسان في الدورة 21 في شهر سبتمبر 2012 وفي هذه المرة رأسها وفد حكومة البحرين وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد لأبراز الاهتمام الرسمي قبلت البحرين شكليا 147 توصية بشكل كامل 11 توصية بشكل جزئي ورفضت 18 توصية ومن ضمن التوصيات المقبولة تلك الواردة ضمن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقص الحقائق التي دعت الحكومة تنفيذها سابقا نستنتج من ذلك أنه منذ صدور توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقص الحقائق والجدل مستمر عما إذا كانت أوضاء حقوق الإنسان في البحرين تتدهور وصولا إلى حالة الأزمة حيث تدعي الحكومة أنها تنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وفي الواقع فقد عالجت اللجنة وضعا متدهورا لحقوق الإنسان وإذا كانت هناك حاجة للتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة المستقلة وتوصيات مجلس حقوق الإنسان للخروج من هذا المأزق من الواضح أن ذات الحكومة وذات البرلمان المسؤولان عن هذه الفضاعات والمصر على أخضاع الشعب واللجوء إلى الحل الأمني لن تتمكن من تنفيذ لا توصيات اللجنة ولا توصيات مجلس حقوق الإنسان أو إدخال أي إصلاحات حقيقية لأن نفس هذه الأجهزة هي مقامة بكل تلك الانتهاكات من هنا اقتناع منظمات المجتمع المدني المستقلة مدعومة بغالبية شعب البحرين وتعاطف من الأمم المتحدة بجنيف والعديد من الدول الصديقة والنواب الأجانب ومنظمات المجتمع المدني الدولية بأن إدخال إصلاحات شاملة وجدرية للنظام نحن مملكة دستورية شرط ضروري لتنفيذ توصيات كل من اللجنة وتوصيات مجلس حقوق الإنسان والالتزام بتنفيذ برنامج العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار هذه الفضاعات والانتهاكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا